موسيقى نشرته أخبار ثامنة من الوطنية الأولى نبدأها بالعنوين رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس أرض التسامح والإخاء وتعايش بين الأديان ويشدد على تقدم الأبحاث في عملية جربة الإجرامية موسيقى تفاقم ظاهرة العنف المصلة على النساء ووزارة المرأة تعلن وحدث سبعة مراكز إضافية للتعاهد بالضحايا مع موفى السنة الحالية موسيقى وسوريا تشارك للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما في الاجتماعات التحذيرية للقمة العربية في دورتها العادية 32 في مدينة جدة السعودية موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تونس أرض تعايش وتسامح بين جميع المذاهب والأديان وأن التحقيقات جارية لتحديد من دبر لهجوم جربة الإجرامية كان ذلك خلال لقائه كلا من الشيخ شام بن محمود مفتي الجمهورية وحييم بيتان كبير أحبار اليهود بتونس وإيلاريو أنتونيازي كبير أساقفة الكنيسة الكاتوليكية بتونس تونس أرض تعايش وتسامح بين جميع المذاهب والأديان ذلك ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه كلا من الشيخ شام بن محمود مفتي الجمهورية وحييم بيتان كبير أحبار اليهود بتونس وإيلاريو أنتونيازي كبير أساقفة الكنيسة الكاتوليكية بتونس رئيس الجمهورية شدد على أن حرية المعتقد وحرية الضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية يكفلها جميعا القانون في تونس والدستور الخامس والعشرين من جوليا فعيشوا في تونس مواطنين آمنين كسائر المواطنين فأن لحقكم أذن فهو يؤذين وسنؤمن معابدكم وهي مؤمنة وممارسة شعائر دينكم ولنجتث معا مذور الفتنة والفرقة التي يريد أعداء وطننا للعزيز إشعالها وذكر رئيس الجمهورية بتفاصيل عملية جربة وسقوط ضحايا أبرياء مؤكدا أن الأبحاث مازالت جارية وقد تقدمت لتحديد الجهة المدبرة بعد التعرف على هوية منفذ العملية من دبره ونفذه لم يصل إلى مبتغاه فدولتنا قوية وستبقى قوية وسيتم التصدي لكل من تخول له نفسه أن يزرع بذور الفتنة والفرقة والاقتتال مفتي الجمهورية وكبير أحبار اليهود بتونس وكبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس وصفوا لقاءهم برئيس الجمهورية قيسس عيد بالتاريخي يوم اللي قام مع شيد الرئيس كان ممتاز دواء اللي في قلبه الكل فهمنا مليح وتمنى لحنان يهود في تونس عايشين كيف الكل واعطانا دمانات بخدت ربي صلى مع الشعب القضية التي يتعدد شعرنا أن الشعب التونسي اليوم خاصة من وراء الكلمات الجميلة التي وجهها لنا أن شعب ما جرى في جزيرة جربة قبل أيام سيسبب ردفاع الإيجابي لشعب التونسي وصوف نتعمك في الأخوة وفي المحبة أكثر من قبل لحظة تاريخية نقفها الآن وقد جمعتنا الأقدار بالديانات الثلاث مع سيادة رئيس الجمهورية حيث كانت لنا لحظات تاريخية تم فيها تسجيل مدى سماحة تونس وتسامحها وتعايش الديانات فيها بشكل إيجابي الأخوة تجمع بيننا في هذا الوطن التونسي الأبي الذي لا يفرق بين الديانات واستعرض رئيس الجمهورية أمثلة تدل على تعايش الإسلام مع المسيحية واليهودية في تونس وأن تسامح راسخ في ثقافة تونسي كما أكد رئيس الدولة أن تونس لن تنسى عديد المناظرين من اليهود في تونس من أجل الحرية والعدالة والأنعتاق على غرار جلبير النقاش وجورج عدة هذا وتواصل جزيرة جربا استقبال ضيوفها وتتواصل الحركة دون انقطاع للحافلة السياحية التي تؤمن نقل زوار الجزيرة الذين يواصلون إيقامتهم مستمتعين بحسن الاستقبال وجمال الطبيعة وعبر ذلك يوجهون رسائل الحب والحياة والسلام للعالم نتابع في جزيرة جربا هذه صور معبد الغريبة بعد حادثة الثلاثاء الماضي حيث تواصلت الرحلات السياحية المنظمة والزيارات الفردية للسياح في محطة من محطات الجولة المعروفة بجزيرة الأحلام الحياة العادية نرى الزوار موجودين من كامل العالم عندنا زيارة اليوم في الغريبة ثم من سويسا ثم من بولونيا ثم من تشاك ثم من عالم فرنسي ثم سويس ليبيين نتوانسا العالم كامل يزوروا في الغريبة يزوروا في جزيرة جربا يتسوقوا في المتاح في الحركة عادية والحاجة التي نثمنها وما تم حتى حريف من المتواجهين وقت الحادثة هذه اللي قال نحب الروح لقد قمت بزيارة معبد الغريبة وكم كان ذلك رائعا لقد انبهرت بسحر المكان وقمت بوضع البيض في المغارة لقد عشت تجربة رائعة ومتفردة ولن أندم أبدا على الجزيرة والمعبد أزوروا جزيرة جربا رفقة والدتي وشقيقتي وها نحن نستمتع بجمال التقص ونستغل الوقت لاكتشاف أسرار الجزيرة وكل خصوصياتها المميزة وفيما يعرف بجربا هوود بمنطقة الرياض المجاورة للمعبد والتي تتميز بالمنحوتات والرسومات الجدارية العملاقة تشهد أيضا توافد أعداد كبيرة من السياح بشكل يومي للاطلاع على المخزون التراثي والحضاري للمنطقة لقد قمنا هذا الصباح بجولة سياحية بكامل الجزيرة واكتشفنا معالمة وأماكن رائعة كمتحف الخزف كما استمتعنا بالرسومات الفنية الجدارية تونس بلد جميل وهي وجهة رائعة نحظى فيها بحفاوة الاستقبال والترحيب في جزيرة جربا مختلف مكونات المنتوج السياحي يتواصل نشاطه بشكل اعتيادي انتلاقا من مطار جربا جرزيس الدولي بتواصل توافد الرحلة السياحية إلى جانبي بقية الأنشطة المبرمجة بمختلف الوحدات السياحية والمناطق السياحية بالجزيرة إلى ملف آخر الآن تجمع الأحصائيات سواء كانت رسمية أو لمنظمات المجتمع المدني على تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة وفي مقدمتها العنف الزوجية ظاهرة تتطلب تعزيز جميع الجهود لتشخيص الضقيق لأسبابها وإيجاد حلول عملية للحد من تداعيتها على الأسرة وعلى المجتمع حبيبة هاجر وأمال وغيرهن كثيرات ممن تعرضنا وما زلنا تتعرضنا للعنف الزوجية الذي تفاقمت أرقامه في الفترة الأخيرة وبلغت وفق إحسائيات رسمية وإحسائيات لمنظمات المجتمع المدنية أرقاما مفزعة منذ بداية السنة الحالية وآخرهن سيدة قضت حرقا على يد زوجها في أحدى المناطق الداخلية بولاية القيروان العنف ضد المرأة هي في تزايد تم تأكيد هذا خاصة بالنسبة إلى الإشعارات وهي ويردى على الخط الأخضر الخط الأخضر بالنسبة للعنف الزوجي هو الشكل الشكل رقم واحد بالنسبة تفوق 70-70% بداية السنة سجلنا ما يقارب أو ما يفوق عن 15 حالة تقتيل للنساء آخر ضحية اللي هي في القروين ومرأة عمرها 60 سنة ومش كان هي ومعها بنتها عمرها 20 سنة توقع بها في مستشفى الحروق البليغة في بنعروس النس بلينة شا نقولوا نقولوا إذا كان المرأة الضحية في حد ذاتها ما تكسرش جدار الصمت وما تمشيش تبلغ لأن هذه هي الحلقة الأولى خطر وقت اللي تتعاش العنف تعاش وراء الجدران أحنا ما نجموش نوصلوله وما نجموش نسمع به أحنا ما نسمع به كان في آخر مرحلة وقت اللي الضحية تفقد حياته كسر جدار الصمت والتبلغ عن العنف خطوة غالبا ما تكون صعبة للمعنفة لكنها قد تنقذ حياته وفق مجموعة من النساء المعنفات اللواتي التقيناهن بأحد مراكز الأمان للتعاهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن منحب الشيء أنا بلغ علي بحكمه مريض ويحد وكل ما شاي أما ساييه معناه نجم معناه يضربني ضربة تخطى نموت أنا فيها فهمت كي جيت له هنا بريد وليت نحس وليت نرقد بالقديل ناكل بالقديل مشي تشكي ما تخافش لنعرفه الحكم مشي يخذلها حقها يزمها ما تسقطش اضافة إلى الإعاشة والإقامة لدينا برنامج جديد أطلقت السيدة الوزيرة والإعلنت عليه في 7 مارس 2023 وهو برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتعاهد بالنساء لعدم إرجاعهم للتباعية وعاديهم عن الهشاشة كما تعمل وزارة المرأة والأسرة والتفولة وكبار السن التي أعلنت عن حداث سبعة مراكز إضافية للتعاهد بالنساء ضحايا العنف مع موفى سنة الحالية تعمل على تعزيز الجهد الوطني لمحاصرة تنامي ظاهرة العنف ضد النساء تعمل لمرأة ضحية العنف أن المراكز موجودة الخط الأخضر لتلقي أيضا المرأة التي لا تقبل أو التي هي موجودة وهي ضحية عنف وموجودة في هذه مؤسسة الزواج لأنها تعاني من هشاشة اقتصادية فإنه هناك برامج للتمكين الاقتصادي مع العلم أنه برامج صامدة لا يقوم على قروض وإنما على موارد رزق ويجب أن تتحرك الدولة أيضا المجتمع المدني وأيضا وسائل الأعلام وأن يكون هناك حوار حقيقي ينتصر لنساء ضحايا العنف نحن طالبين لقاء مع رئيس الحكومة من أجل التسريع بمجلس وزاري استعجالي للتباحث في الظاهرة هذه ومعناها في مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني اللي عنده ما يكفي من الخبرات من أجل أنه يعطي الحلول ومن أجل أنها تداخل خاصة وزارة العدل مع وزارة المرأة مع وزارة الداخلية لإنقاذ الضحايا هذه وتذهب المقاربة الاجتماعية إلى ضرورة تجسيم إصلاحات قانونية وذلك توازيا مع معالجة ثقافية وتربوية للظاهرة كما مثلت مكانة الأب في الأسرة ومسؤوليته والبحث عن توازن الأدوار داخل العائلة لحماية المجتمع من مختلف مظاهر التفكك الأسري مثلت منطلقات طالبة من خلالها الاتلاف المدنية تونسي تواصل بإصلاحات تشريعية تعيد للعائلة ما اعتبروه دورها في بناء مجتمع سليم تنمي ظاهرة العنف ونتاج أزمة تعيشها النوات الأولى للمجتمع وتفكك الأسرة يهدد توفر الطفل على التربية السليمة طرح يتبنى الاتلاف المدنية التونسي تواصل الذي تحدث عن تخلي الدولة عن دورها في مجال ضمان التوازن الأدوار داخل الأسرة تشريعات الكلها حتى للضافة في إطار وأن نزيد العمق الأزمة وفي إطار مرأة ورجل وجندرة وهذا اللي وصلنا اليوم هو أنه فمروط فعل عنيفة داخل الأسرة وخارج الأسرة وما كرس أكثر عنف وأكثر نسب طلاق وين دورت وزارتشون الاجتماعية؟ يعني اليوم تقريباً معظم مشاكل هي مشاكل اجتماعية خصاصة احتياج هو اللي يزيد عمق الأجمع وزيد خلق توتر كبير اليوم صندوق التعويض فالأكزامل صندوق النفقة ما فماش فلوس ما فماش الدولة مستقيلة ويطلب اتلاف تواصل بتنظيم حوار مجتمعي واسع وشامل لتحليل ظاهرة العنف في ضوء ما تعيشه العائلة التونسية من صعوبات من أجل تثمين دور الأب وتفعيل شركة متوازنة بين الزوجين لضمان سلامة الأسرة مع الانخراط في الإعداد لمجلة تشريعية جديدة للأسرة مجلة الحواجة الشخصية مكسب وطني يلزم نبنيه عليه وحدة الأسرية اللي نحبه نروها اللي نحبه نغيروه الابتعاد على المقاربة الأمنية في معالجة الظواهر هذه اليوم كل ظاهرة وكل عركة ما بين الأب ولا الأم نمشيوا ديريكت للمقاربة الأمنية اليوم قضاء الأسرة موجود ضمن القضاء العدلي مسائل الطلاق والزواج والقضايا الأسرية ما تتحلش في المحاكم العدلي نأكدوا بارش على الحوار الإيجابي بين الأولياء اليوم نتحملوا مسجلاتنا ونحكي وما صغيرة ونشوفوا صغيرة ونشوفوا مصلحة صغيرنا راميش عركة راميش نيوم خطرنا القانون يعطيني دونك أنا بستعمل القانون الصالحي وننكل بالبوء وعلى خطر اليوم البوء أنا نقولي نحب نرعب بيك أنا نحب ولا ثم استخفيف اليوم بالأب لأنه أصبح مكينة بتاعه فلوس مدلي يعطيني ما كانش ندخلك الحمس ما كانش نعملك في الظرفية كما قلت اقتصادية خايبة بارشة البوء زيد اليوم الأمره يجب أن يكون السند متاحة سواء هو عيش معه في متاحة سقف واحد ولا بعد الأنفسال ولبناء مجتمع سليم يؤكد لإتلاف ضرورة العمل على تغيير عقلية الأولياء وتوعياتهم أكثر بالمسؤولية المنقطة عليهم ومحاصلة ظاهرة الطلاق التي تجاوز عدد وضحى يهام من وصفوا بأيتهم طلاق الخمسمائة ألف طفل انتداب كل الأعوان والحد من تشغيل الهش إضافة إلى توضيح وضعيتهم المهنية هي أبرز مطالب أعوان التربية المختصة وإطاراتها خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام وزارة الشؤون الاجتماعية نظم أعوان وإطارات التربية المختصة وقفة احتجاجية مموزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتوضيح وضعيتهم المهنية والحد من التشغيل الهش وانتداب كل الأعوان متعاون معنتها من صاحب شهده عليا أو حتى بقية الأعوان اللي احنا فريق متعدد الاختصاص معنتها نخدمه في مع جميع معنتها في عمل متكامل حلقة واحدة من جميع معنتها في من جميع الاختصاصات تشغيل الهش المزاق المتواصل للأسف ونحن في بيننا قتعنا معه وحبينا سيد الوزير يكون معنا ونصلحوا هذا القطاع اللي ظل لمدة سنوات هش ونحن مشينا مع المعاقين الأبعد ما يكون وهو يعرف والمس النجاحات اللي حققوها أولادنا سواء في التكوين المهني سواء في المدرسي أولادنا حققوا نجاحات أذك بفضل المجهودات اللي قامت بها الإطارة عليش نحبوا على الانتداب الاتفاقية الاتفاقية ما تفهمش قانون فيها تخدم ما فهمش قانون يحميك ما فهم حد شي شهيرين ضعيفة ريت شهيد دعولي يخو في منحة فقر سامحني في الكلمة هذه منظفة تخو في أربع عمية سائق ما عندوش حقه ما فهم حد شي ساخته في كامة تمشيش ما عنيش حد حقوق خلال هذه الوقفة الاحتجاجية تفاعلت وزارة شؤون الاجتماعية من المحتجين وأكدت لهم أن الإشكالية في طريقها للحل بإدماج كل إطارات وأعوان التربية المختصة في أقرب الآجال ثمانين معناها مستبشرين بالإنشاء المركز الدولي المولود الجديد لأرسيه والهباطف الرائد الرسمي من سلطتنا وحبينا سلطتنا تدمجنا ضمن المركز الدولي والحق معناها من بنزارة بن يقردين وإليه الجمهورية لكل كانت حاضرة الحاجة اللي فرحانة بها أنه سيد الوزير استقبلنا وسمعنا أجيب على كل أسئلتنا اللي نحن نطالبوا بها سوية وضعية الأعوان الكل لكن راهو ثم مسألة مهمة ومهمة جدا اليوم يجبنا نذكروها ثم معناها بعد العمل الميداني اللي أشرف عليه سيد الوزير شخصيا في الزيارات الميدانية للمراكز ولبعض الجمعيات اليوم راهو للأسف الشديد ثم مراكز وجمعيات كانت نسبة الإدماج فيها ما يتعداش 0.2 و0.3 معناها نسبة للأسف الشديد تحشم اليوم ثم الناس ما كانتش تخدم اليوم المعايير ستكون العمل الهدف والمعيار الوحيد هو خدمة الأطفال ذوي الإعاقة إشكالية إطارات وعوان التربية المختصة في طريقها للحل في انتظار نشر القانون الأساسي الذي سيمكن كل الأطراف من حقوقها توقفت منذ سبعة أشهر أشغال إنجاز مشروع غازي الجنوب في جزئه الخاص بولاية تطوينة وفي جلسة عمل جمعت الأطراف المتدخلة بشركة صينية المنجزة للمشروع تم الاتفاق على استئناف العمل بداية شهر جوليا المقبل مشروع غازي الجنوب في جزئه الخاص بولاية تطوينة توقفت أشغاله منذ أكثر من سبعة أشهر لصعوبات متعددة واجهة الجهات المنفذة لهذا المشروع ومحطة قوارير الغاز المسالة ومحطة معالجة الغاز بمنطقة القرذابة هذا لا سبيل إليه اليوم مشاريع وطنية معرقل وحابسة لتخلي مقاول عن العمل أو هذا ما هيش جيستيفيكاسيون مقنعة سيادة الرئيس نارف وكونا يوصي على المشاريع هذه اللي هي فلوسها معتها موجودة ومرصودة اعتماداتها مرصودة لا سبيل إليه بشتوقع معطل هالبوريقراطية المقيتة هذه إرزمات نحب لأن اليوم رهي معاناة رهو اليوم ثم عندنا رهو عندنا مشاكل اجتماعية أو ثم ناس عندنا عمال لليوم أحالوا على البطالة بطالة ما يسمى بالبطالة الفني لأن المشروع معطل وفي جلسة انضمت مختلف الأطراف المتداخلة المنفذة لهذا المشروع بإشراف السلطات الشهوية وحضور الشركة الصينية المنفذة للمشروع تم الاتفاق على استئناف أشغال هذا المشروع مع بداية شهر جويريا القادم في مختلف مراحله دون تأخير زيادتي جاءت لتفعيل إنجاز هذا المشروع للاتفاق على مواد استئناف نشاط شركتنا والمساهمة في التطور الاقتصادية هو في الحقيقة تم العديد من المشاريع المعطلة بجهة الطويل جلسة مخصصة للنظر في هذه المشاريع المعطلة أهمها مشروع غزر جنوب نحن حريسين كل الحرص على استئناف الأشغال في أقرب وقت ممكن تقريبا بعد استكمال إجراءات التركيبية والقانونية نأمل أن في موفة جوان يقع استئناف العمل بخطاة حثيثة لإنجاح هذا المشروع نحكينا اتفقنا كنا شهر جويل لكي يكون حاسم على الأغل في مشروع غاز الجنوب ويكون انطلاق جديد 18 شهر يجي لي نهاية الأشغال هذا ما تم التطرق إليه يذكر أن مشروع غاز الجنوب يتمثل في مد 94 كم من القنوات لجلب الغاز من حقل نورة في سحراء ولاية تطويل منطقة القرداب لإنجاز مكونان أساسيين وهما محطة إنتاج الغاز وتعبئة قوارير الغاز المسئلة في اليوم الختامي لمسابقة حلول كامب والاسم هكذا للمسابقة حلول كامب التي أطلقت في غرة مارس الماضي تم تتويج الفائزين في المسابقة التي نظمتها جميع قرطاج بشراكة مع مشروع حلولها ثلاث ورقات السياسات أعدها عدد من الطلبات ويجد اليوم في إطار مسابقتنا انتظمت تحت عنوان حلول كامب التي نظمتها جميع قرطاج بشراكة مع مشروع حلول خدمت البوليسي بريفة المشاكل الموجودين في عملية الرسكلة متع الحاشدات والمراك ومشنو الحلول اللي نجمونا لقاوهم بش تكون معمتها فامة رسكلة فعالية وش نتجانبو المخاطر اللي تعملهم معمتها الباتخي وعلى البيئة نقدموا فيها حلول تعالج المشكلة متع التلوث البحار متع وعلى الظاحية الجنوبية هما انفت ما همش حلول اخرى اما حاجات يعني يكملوا بيهم حكي تعال المنوس بويس لديشين مونيسيبال اللي هي معناها مشكلة كبيرة كيفاش لازم استراتيجية بتاع الادارة بتاع الهال البربلماتيك هذي في تونس كيفاش تصير وعليش الموضوع هذي امبورتان حلول امتاعي اخذتها في تطوير القوانين في الجنوان كيفاش نجمو المسابقة في نسختها الاولى تطرقت وفق المشرفين عليها الى مواضيع وصفت بالحارقة على غيرار المياه اعداد بوليسي بريف المتعلقة بالدمان اللي هو الماء والفلاحة عليش دم اختيار الماء والفلاحة على خاطر كلكم تعرفوا اللي هي برمية معناه الحاجات الاستراتيجية للدولة هي الاعتنام تسكي ماء تسكي فلاحة تسكي انرجي معناه طاقة ثلاثة مواضيع حارقة ثلاثة مواضيع اليوم نستحقهم في سواف الأزمة بتاع الماء في تونس سواف نحكو على النفايات والأزمة بتاع النفايات اللي كل مرة تعاود تتحل وقد انطلق العمل في إطار هذه المسابقة التي تهدف إلى إعطاء الفرس للطلبة لتقديم حلول في إطار ورقات بحثية ترتكز على أسس علمية انطلق منذ غرة مارس الماضي واحد مارس كان فيما أكثر من من جامعة كارتاج حتى هذي كان بعد تم الفرز متاعها سويفون غري واضحة وحاجات علمية مع الكميتي سيونتيفيك اللي هي عملت تم الاختيار على 22 طالب اللي بدخلوا في تكوين ورشيات تكوينية كيفاش نكتبوا الورقات السياسية كيفاش نحلل كيفاش نعمل كيفاش نكتب بالضبط ثم بعد 22 هذوكم هما اللي بعثوا الورقات متاعهم ولي ربحوا منهم هما ثلاث ورقات كتبوهم أربعة تكوينية السيجير هو طالب هو اللي يختاروا باش ييمكنوا زيدا هو بيدو باش يتعلم كيفاش يحضر المسيجير بروبوزيشون دي سوليشون معناها للمشاكل هذية يلقى لهم حلول زيدا يعطي وهو بيدو الفرصة حتى تحذيرا لسوق الشغل مخترحات الحلول التي تضمنت هذه الورقات من المنتظر أن تطرح على الوزارات المعنية كما يقول مراظم هذه المسابقة ترأس وزير الشهون الخارجية والهجرة وتونسي نبيل خارج نبيل عمار اليوم الوفدة التونسية المشاركة في الاجتماع الوزري التحذيري للدورة الثانية والثلاثي للقمة العربية المقرر عقدها بمدينة جدة يوم الجمعة المقبل كما شارك عمار وفق بلاغ صادر عن الوزارة في الاجتماع الوزري لهيئة متبعة تنفيذ القرارات والالتزامات وفي اجتماع اللجنة الوزرية المكلفة بتحديث وتطوير وتعزيز جمعة الدول العربية وقد انعقد الاجتماع التحذيري على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا لقمة القادة الجمعة القادم في بداية الاجتماع التحذيري للقمة العربية التي ستعقد الجمعة القادم في جدة تم تسليم الرئاسة للمملكة العربية السعودية من الجزائر الرئيس السابق للقمة وقد دعا لحل الخلافات العربية موضحا مساعي القمة القادمة لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من هذا المنطلب ترحب الجزائر أيام ترحيل ببوادر تكريس هذا التوجه الذي بدأت تتجلى ملامحه مع استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة شغل مقعدها بمنظمتنا والخطوات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية العلاقات العربية السورية من جانبه شدد وزير الخارجي السعودي على أن جميع الدول العربية يجب أن تبتكر أليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجهها من خلال العمل المشترك مرحبا أيضا بمشاركة سوريا في القمة العربية وعودتها إلى الجامعة وأنتهز هذه الفرصة للترحيب من مشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم أصحاب السوء المعالي مر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمامهم افترق طرق تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد للتعزيز العمل العربي المشترك الأمين العام لجمعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وبعد ترحيبه هو أيضا باستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة أكد أن صراعات القوى الكبرى في العالم تشيع الاثتراب في الاقتصاد الدولي كما تترق أبو الغيت للأحديث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل تعانوة المحتل الإسرائيلي لكن زاد على هذه المعاناة في الشهور الأخيرة عامل جديد يتمثل في حكومة اليمين الإسرائيلي التي تباشر سياسة بالغة التطرف والتهور أدت إلى زيادة منسوب العنف منذ بداية العام الحالي على نحو بالغ الخطورة وينظر بما هو أسوأ وينقش الاشتماع التحذيري على مستوى وزراء الخارجية جدوى الأعمال قمة القادة كما ينظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في ختم القمة ونبقى في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث تتواصل المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشكل غير رسمي برعاية سعودية أمريكية المحادثات تتمحور أساسا حول وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية رغم تواصل الاشتباكات وتدهور الأوضاع الإنسانية قدرت الأمم المتحدة بأكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات حجم المساعدات التي يحتاجها السودان لمجهبات أزمة إنسانية متفقمة ناجمة عن المواجهات العنيفة التي يعرفها منذ منتصف أبريل الماضي وأكدت في مؤتمر صحفي مجناف أن حوالي 220 ألف شخص لاجئين في مصر واتشاد وجنوب السودان بحاجة إلى 470 مليون دولار إضافية وإلى مساعدات إنسانية وأضافتنا الأمر الملح هو دعم الفرهي من السودان ودعم الدول المضيفة لهم لافتة لأن ملايين السودانيين لازموا منازلهم ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية جرى الاقتتال والمعارك هذا وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى إلى 822 مدنيا منذ بداي الاشتباكات وبالتوازي تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي بحري شمال الخرطوم وأم درمان استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة مع استمرار لتحليق الطيران الحربي وعنقلت مصادر في الجيش السوداني أنه تمت استعادة السيطرة بطلاً عن قيادة القطاع الأوسط إلى القوات الجوية وفرع الرياضة العسكرية بمنطقة شارع 61 بالخرطوم فيما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على جميع المواقع العسكرية بهذا الشارع ولا معسكر الدفاع الجوي رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش بتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً أخرى لكنه قال إن ثمت قضايا متزال عالقة ستواصل روسيا وأوكرانيا والتركيا والأمم المتحدة مناقشتها من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج لكنها أضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق لم يتغير في أخبار الرياضة قررت اللجنة المركزية للتأديب تابعة للجامعة تونسية لكرة السلة إيقاف رئيس النادي الافريقي يوسف العلم لعامين مع تغريمه بعشرة ألاف دينار وذلك على خلفية اعتدائه على حكم المباراة التي جمعت النادي الافريقي بالنجم الرازي لحساب الجولة الثالثة من نصف نهاء البطولة الوطنية المحترفة التي احتضنتها قاعة توفيق بوهيمة برادس اللجنة استندت في قرارها إلى ورقة المباراة المذكورة وتقارير الحكام ومراقب المباراة والفصل مائتين وثلاثة وثمانين من القوانين العامة للجامعة بالإضافة إلى الاستماع إلى رئيس النادي الافريقي فيما نسب إليه في جلسة الثاني عشر من ماي الحالية وإلى نصف أو إيابي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم حيث حجز فريق يانج أفريكانز تنزان مقعده في نهاء المسابقة بعد فوزه بهدفين لهدف على مضيفه ماروم الجنوب إفريقي الذي كان قد انهزم ذهابا خارج ميدانه بثنائية نظيفة ليبقى يانج أفريكانز الذي يشرف على حضوضه الفني التونسي نصر الدين نابي في انتظار الفائز من المواجهة الثانية التي تدور الآن بين اتحاد العاصم الجزائري وضيفه أسيك موموزا الإفورية المتعادل ذهابا على أرضه دون أهدافا بهذا وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختم هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بأبرز عنوينه رئيس الجمهورية يؤكد أن تونس أرضى التسامح والإخاء وتعايش بين الأديان ويشدد على تقدم الأبحاث في عملية جربة الإجرامية تفاقم ظاهرة العنف المصلة على النساء ووزارة المرأة تعلن وحدث سبعة مراكز إضافية للتعهد بالضحايا مع موفى السنة الحالية وسوريا تشارك للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما في الاجتماعات التحذيرية للقمة العربية في دورتها العادية 32 في مدينة جدة السعودية وفي الختم أشكركم على حسن المتابعة بقيت متابعة طيبة لبرمجنا كل بخير إلى اللقاء